موسيقى 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 لأولادنا. نجوكم الشيرينغيتو. شيرينغيتو يا شيرينغيتو. والله غير تموت. شوفوا شيرينغيتو وش نشرت على عيسى ماندي. شوفوا وش نشرت على عيسى ماندي. وش دارتو ماندي لارو يان. يعني تقريبا محارب كما راكوا تشوفوا اللي هنا يا. بودو كنحاول كيفاش نشيبلكم الرابط على تويتر هادا يا. وروم يضحكوا. يعني تقريبا شغل محارب صحيح. مو حارب عيسى ماندي والمنتخب الوطني محارب. ونتمنى يعني تعل فيهم هادا كستار كو كروس. يا الله غير تموت. هادي شيرينغيتو الرسمية هادي. كل شي مبروك العيسى ماندي. ذي الإفادة من عيسى ماندي. أنه لعب من طيراز آلي. أن عيسى ماندي. لعب آلامي. أنه عيسى ماندي. رح يلعب الموسم المقبل الشامبين. أنه عيسى ماندي. العمل جاي بي حول الله العلي العظيم. يلعب Schmpjesley. والمستوز التعوزي. يطلع وكان طنيته بشي بدل بدل. الحمد لله. ونتمنى كل التوفيق الولادنا وهذا اللي يقول لك. لاعب عادي. لعب هذه اللاعب العادي انت وانا رمو في شمبين صليقي اللعبه ما كانش اللاعب عادي يلعب في شمبين صليق ما كانش مستحيل كان اللاعب عادي ونتمنى وغير الخير لالباقية اللاعبين كيمة بونجاح كيمة بالليلي كما بالسبب العيبين اللي رام حابين يحترفوا رام حابين يبدلو الأندية كما أحمد توبة جاتني أخبار يعني رام كانين بزاف أندية وإن شاء الله هو شخصياً جاتني معلومات مش سيد يعني كان معاه وقف معاه قال لي إن شاء الله راح يبيروح النادي كبير إن شاء الله غيرو بيحفظواность بلدنا من العين هذا العام الي جاي يحولي الله يزيله يروح بالليل يروح بملجاح الأروب القناة هذه على المحترفين كامل بيحولي له الزواجل بو ولا غير واحد الفرحة اللي راه فيها خوتي ما نحب ولاد بلادي ينجحوا هادي يا نحب ما نحبش تباح طيما أنا أنا نحب الخدمة نحب الخدمة اللي يحب يخدم يخدم هادي يا وفيف الخدمة وفيف ولاد بلادنا وخدموا يلاعيبين رانا موراكم الشعب وعائلة في العريضة راه يقع معاكم وتساندكم بقوة هاقدر بو انجو لتا سعيود وشهضر اسمعوا خوتي والله من الدكوة اللي اه ولا بلاش راح تلعبوا باهم والعمل الفوز رقم ثم من 20 هاري ان شاء الله ونحافظوا على السلسلة هذه النتائج الإيجابية ان شاء الله نحن نحن نعرف ريح السياربي وليد حمتي هادي السياربي يحبوك ريح هاقدر خوتي Ну اللولول التصريح تع سعيود سعيد وجق قال قال ان شاء الله نحافظوا على نتيجة سلسلة لا هزيمة يعني هو ما دام راهو لاعب راهو يقول ما لا بيش اسكرانه في الاولة في البيه قلوا المنتخب غدوا رح يلعب قلوا ايه قلوا المنتخب غدوا رح يلعب ونحاولوا انه من كما قولون ما نقصره السيلسيلة لا هزيمه وان شاء الله يكون الفوز 28 يعني يكون هاضر معه بالماضي بالماضي هاضر معه بو قره يعني بالماضي راهو موصره وداخل وهذا وشي يتبت يتبت انه ممكن جدا كما قلت انا يتتحسب الموبارات عغادت تتحسب ترتيب الفيفا وتتحسب في الهازيمة علش انا قلت هاقدر لان بالموضوع وين يختلف الموضوع وين يختلفه قال لك باللي غدوا 16 على اليومة يخلاص كيدرت الفيديو قال لك يخلاص المباراية الودية الدولية وما كانش مباراية ودية دولية نورمال مو كنا نلعبوا تصفية كأس العالم المباراية الودية العالم جايلة بمباراية الودية هناك تعتبر المباراية الودية وإنما إحنا عوضناها بالمباراة الودية كان منتخبات ما لعبوش الفترة هذه ليست فترة وديات بل فترة يعني رسميات يعني راكوا تشوفوا الورورة ويلعب يعني الرسميات مشي ودية ودية إحنا كي أجلونا تصفية كأس العالم حولناها إلى وديات باش نربحوا الوقت مدام اللاعبين كما قالها بالماضي إذي جاء بالماضي قالها قالك مدام عطلوها وعندنا فترة هذه دوالية ولما لن ديروا مباراة ودية مباراة ودية مشي بما باريزون ضمودة والفيفا لأنها فترة دولية من حق أي مدرب يستدعي لعيبه فالفترة هذه علش يضيحها كما دا ما كانش دار مباراة ودية وكان منتخبات دارو وكان منتخبات ما داروش فيها لا تعتبر هذا المدة الزمانية أنا قريتها بهذا المنطق لا تعتبر مدة زمانية على المباراة الودية بل تعتبر مدة زمانية على مباراة رسمية للمنتخبات دولية دولية رسمية فهنا عيدة لعب المنتخب الوطني في هذه الفترة سواء لعب بالمحلي أو لعب بالمحترفين بالماضي كان قادر يشدها ويزيد يدي الماتش تاليبيريا وإنما بالماضي دار تلت مباريات ومباراة هذه الرابعة اللاعبين على بلكم وعلى شراهم في فترة نهاية الموسم اللاعبين منهاكين وجابهم ثلاثة لماتش وعرين منتخب يدافع بشدة ومنتخب وقف معنا الند للند ومنتخب التونسي اللي كانوا يقولوا أحسن من المنتخب الجزائري لكي جمال بالماضي يثبت أننا نستحق المرتبة الأولى إفريقيا 27 المباراة دون هزيمة والمنتخبات اللي يراكم دائرينهم قبلنا في الترتيب نرى أننا نربحوا فيهم عالير وتور فهمتوا فهادية هنا خلاص ما يقدرش يزيد أي اللاعبين ويزيد يدير المباراة وديهم مباراة وديه يخلى اللاعبين الفترة التيحهم على بلكم كانت فترة عكورونا باش نوضح الأمور كانت فترة عكورونا فترة عكورونا شفنا بل يقع المباراة الدورية الأوروبية كل ثلث ايام اربع ايام ما تكلت بش يكملوا لازم يكملوا الفوطولة التيحهم فهمتوا فكانت الزحمة من جو يخلصوا كانوا مهلوكين نفس مهلوكين فالماضي استغلت في الثلاث مباراة ما حبش يكتر على اللاعبين وش قال لهم روحوا الى العطلات تاعكم الان ومن حقهم يروحوا العطلات بعد تاعب كبير 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 فهنايا اوكي نغتانم الفرصان المباراة وديه واحد اخرى لان جامال بالماضي قال راني جبت مباراة وديه قالوا ولكن رح يشرف عليها بوغرات سمعطاها البوغرات وعلى المحليين المحليين هادوما اللي باش كما يقولوا جامال بالماضي نشوف منهم ويخير فهمتوا القاضية فانا قريتها من هذا المنطق قريتها انها مباراة مباراة وديه رسميه وتحسب للفيفا وتحسب كما قولوا التعابي دون هازيمة وركنوا سمعتوا سعيوت قال لك ان شاء الله تكون مباراة 28 دون هازيمة يعني اذا خسرنا نبقى في 27 دون هازيمة وخسرنا وتقصر ريكون على حسب اللاعب اللي راه هو داخل المنتخب يعني هو يعرف خير مني وخير منك راه هو هاضر مع المدربين على هادي اللي يقول في الفيديو اللي قبل هذا قلت ان شاء الله يخرج واحد من المسؤولين وهدي نشكر أخونا هاني اللي بعتلي الفيديو قال لي كلامك صحيح اللي انا عاول الفيديو وهو لك سعيوت وش راه هو يدر وانا أخويا هاني قلت انقصر ما قال لي نورمان ما تحسب فهمتوا يعني قبل ما وزاد بعتلي هذا قال لي هولك داليل مادم سعيوت راه يقول هكذا تسمى تحسب رسميا هذا وش نقدر نقول لكم خوتي وراني اليوم ميت بالسعادة على عسى مندي الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك ونتمنى ولو غير التوفيق وما تنسوش اللاعبين الأخرين شوفوا الاحتراف سورتوا ليراكم في البطولات القطارية ما نطووش عليكم خوتي فيديو نقدر نقوله خفيف وضرفش ويأطويش ويقصير العلم عند الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام